لنصرة قضايا الأمة حضرنا اليوم للمشاركة في هذه الوقفة بمناسبة الثامن من مارس فتحية للمرأة المغربية الحرة الأبية في هذا اليوم دائما وأبدا رغم ما تقاسيه من ويلات الظلم والتفقير والجهل والفساد والتعنيف تحية للمرأة المغربية عاملة في داخل البيت وخارجها تحية للمرأة المغربية أما وأختا وابنة كما لا يفتنا أن نتقدم بتحية المجد والخلود والإباء للمرأة الفلسطينية خاصة الغزاوية المرابطة والمربية الشامخة حاضنة المقاومة وصانعة المجاهدين الرجال وتحية للمرأة الفلسطينية أوليما الغزاوية أوليما الغزاوية أوليما الغزاوية خاصة فهي علوان المجد والصموض والصبر والتي عكست صورة مشرقة لدين الرحمة والسلام الصورة الحقيقية للإسلام عكس ما يروج له عالميا بل بفضل هذه الصورة تعرف العالم على الإسلام واعتنقه الكثير فرغم التقتيل والتجويع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لإخوتنا في غزة أمام أنظار الأنظمة العالمية المتواطئة وكذلك تخاذل النظام الرسمي العربي المطبع رغم المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض وعدد الشهداء الذي فاقت 30 ألفاً نستحضر قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نقف اليوم بعد مرور أزجد من 150 يوماً على العدوان الصهيوني الغاشم الظالم على أهلنا في فلسطين كلها وفي غزة خاصة عدوان صهيوني ظالم غاشم مقابله صمت عالمي مطبخ وفضلان عربي سافر أتل ودمار وتشريد وتجويع وتنكيد ومعاناة كان للنساء فيها النصيب الأكبر فلا نجد منهم إلا صابرة فلا نجد منهم إلا شهيدة أو جريحة أو بقودة أو أماً لشهيد أو شهداء أو زوجة لشهيد أو أختاً لشهداء ألم وفقد ومعاناة ولم نرها إلا صابرة محتسبة جلدة صبورة مقبلة غير مكبرة تقول كله فداء لفلسطين والأقصى والمقدسات أنتم حقاً يا نساء أقزوا فلسطين أنتم حقاً فخر نساء هذه الأمة بل فخر نساء العالم الأجمعين برق بالبن بزيك يا فلسطين برق بالبن بزيك يا فلسطين مقرأة الخستاوية مقرأة الخستاوية مقرأة الخستاوية ساحية إكبار للمرأة الخراوية مدسات الكرامة ساحية إكبار للمرأة الخراوية مدسات الكرامة تقياس إكبار من المرأة الغراوية معظومة الحقور مدازة الكرامة وحقا حقا للنرسال وحقا حقا للنرسال وسنواصل الدفاع وسنواصل الدفاع وحقا حقا للنرسال وحقا حقا للنرسال وسنواصل الدفاع من اليهود وغيرهم وأنهم تعلمون أن المرأة المسلمة تشكل خطرا على مخطفاته ويمكرون له من استخواجه في الأرض وحقاه بإدخال الفتن المنظمة لكل بيت المسلم تحرب فيه الفتاك وتتخلى المرأة عن مباجئها وقيمها وتنحل أخلاقها وتتبع لهوى الدنيا وملجاتها تحت اسم التحرر لكن المرأة الفلسطينية لن تضعف أمام إغراءات أعداء الله لأنها تعلم أن ماء ضلواهي أبقى ولأنها رضع باللبن صافي مليء بمحبة الماء وكتاب الله ورسول الله ولهذا استضاه الله تعالى لتحمل هذا الإبقى الثقيل كانت الحائدة في كل التوراة السابقة والنازالة إن هذا اليوم يجب أن يخند فيها اسم المرأة الفلسطينية تحت جعب أسطورة الصمود والصبر أيها المرأة المسلمة انظري إلى أختك الفلسطينية وهي تتفرقة بدينها وتحفظ كتاب الله وترسل أجيانا أبطالا لا يخابون في الله لوم سلائل أرضعتهم سفرها وحب الجهاد في سبيل الله وحب الدفاع عن التقسي وحب الوطن اشتركوا في القناة